السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله وصلي على محمد الله ويحمد الله وصلي على محمد الله ويحمد عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد إمامنا وسيدنا علينا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذا الإمام الذي قدم موروثا عظيما إلى شيعة أهل البيت من أعظم المواريث ألا وهو زيارة الجامعة الكبيرة هذه الزيارة التي نزور بها كل إمام من أئمة أهل البيت إذا ما أردنا أن نتعرف عليهم إذا ما أردنا أن نتعرف على مميزاتهم وخصائصهم نعود إلى هذه الزيارة ونرى ما الذي تكلم به الإمام وما هي المميزات التي جاء بها وذكرها في هذه الزيارة زيارة عظيمة وقد رواها موسى بن عبد الله النخعي لما جاء وسأل الإمام سؤال أو طلب منه أن يعلمه طريقة الزيارة قال لسيدي علمني كلاما بليغا كاملا أقوله إذا زرت أحدكم إذا أبقى أزور واحد من الأئمة سواء كان أمير المؤمنين أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام أو أي إمام من الأئمة أنت تعلمني تعالي عطني كلام كيف أزور الإمام المعصوم فعلم الإمام زيارة الجامعة الكبيرة وعطى مقدمات من غسل وتكبير مئة مرة ثم قال له ثم قل أدخل في الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة إلى أن وصل إلى هذا المقطع وقال السلام على محال معرفة الله هذا الكلام الذي افتتحنا به الحديث محال جمع محل يعني مكان أماكن لإمام لما يأمرنا كيف نخاطب أهل البيت ونقول لهم السلام على محال معرفة الله يعني ناخذ معرفة الله من وين من الأئمة من مكانها الصحيح أنت إذا تبغي أي شغلة تسأل عنها تقول والله وين يبيعون هالشغلة الفلانية يجيك واحد يقول لك ترى الوكيل فلان تروح تاخذ منه الأصلي يمكن تروح إلى محل غيره لكن يعطيك كوبي ليس النسخة الأصلية ولعله ما يكون بجودة هذا الشيء الذي تريده الإمام يقول السلام على محال معرفة الله معرفة الله إليها محل بعد تروح تاخذ معرفة الله من هالمحل ولا تروح إلى محل آخر لأن ما شاء الله المحلات اللي تدعي بأنها تعرف الله تبارك وتعالى كثيرة وكان هالمعرفة هذه أخذتها من غير محلها فإنك ضللت ضلالاً كبيراً يعني هناك من يدعي معرفة ويقول بأن الله ينزل يوم الجمعة على هيئة الشاب بالأمرد هذا يقول يعرف الله يقول بأن الله واحد أو هناك من يقول بأن الله له وزن ثقيل إنه يبغي يبين عظمة الله شوف تخبط وضياع وضلال بسبب الإبتعاد عن أهل البيت عليهم السلام فيجي يقول ترى إليه وزن ثقيل إذا جلس على العرش يسمع إلى العرش صوت أطيط يقوم يتقرطع العرش إلى آخر هذه الأقوال الفاسدة وأنه إذا وضع رجله على النار تقول النار قط قط تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لكن تعال شوف أئمة أهل البيت حينما يعرفوننا بالله تبارك وتعالى فالمعرفة الحقيقية والمعرفة الصحيحة عندهم وبهذا تصدى إمامنا الهادي في حياته المباركة لرد الشبهات العقائدية ولتثبيت عقائد أصحابه من الشيعة الإمامية بالرغم من أن كثيراً من المخالفين قد أظهروا الإشاعات على مذهب أهل البيت وأرادوا أن يشوهوا صورة هذا المذهب ما هم يقولون بأن الله جسم يقولون إليه ياده إليه بطنه إليه رجله إليه إلى آخره حاولوا أنهم يحطون هذه التهمة في أحد أجلاء الشيعة من طلبة الإمام الصادق وهو هشام بن الحكم وهشام بن سالم يجي الإمام الهادي في زمانه ويرد هذه الشبهة عن الصقر بن أبي دلف الكرخي الصقر بن أبي دلف الكرخي قبل لا أجيب لك روايته هذا واحد من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام وهذا هو اللي نزل إلى الإمام في السجن لما نزل السجن إلى الإمام رأى قبراً محفوراً بالقرب من الإمام كعلامة يعني مترشينها للإمام أنك أنت ما بتطلع من هذا السجن وحتى بالموت فإن هذا السجن هو ماذا؟ هو قبرك وبكبرى السجن ضيق وصغير ومظلم وبالإضافة إلى هذا حفروا قبر داخل السجن إلى الإمام الهادي عليه السلام صقر بن أبي دلف الكرخي يقول نزلت للسجن وإذا أشوف قبر محفور إلى جانب الإمام الهادي عليه السلام قام يبكي التفت لي الإمام قال لي لا تبكي لا تقلق لن يصلوا إلينا بسوء اعتقاداً من الإمام بأن الله تبارك وتعالى معه حفروا قبر لو ما حفروا الإمام ما يتأثر ولا بيقدرون يهزون شعر من الإمام أو يأثرون على نفسية الإمام عموماً الصقر بن أبي دلف الكرخي يقول دخلت على الإمام أو سألت الإمام مسألة صحيح يعني هشام بن الحكم يقول بأن الله جسم يقول سألته عن قول هشام بن الحكم في الجسم فقال عليه السلام يا ابن أبي دلف ما لكم ولقول هشام إنه ليس مننا من زعم بأن الله جسم قاعدة يعطيك إياها الإمام إذا جاء واحد وقال لك ها ترى شوف أنتم من الشيعة نفسكم في عدكم جماعة يقولون ترى الله جسم مو بس غيركم الإمام يجي يعطينا قاعدة إنه ليس مننا من زعم بأن الله جسم فعلى وفق هذه القاعدة يكون عندنا خيارين إما أن تقول بأن هشام بن الحكم اعتقد وقال بأن الله جسم وبالتالي هذا القول الإمام الهادي يقول ما يمثل الشيعة إنه ليس مننا من زعم بأن الله جسم لكن ويش هشام بن الحكم من خيرة طلبة الإمام يعني نبعد هشام نقول بأن هشام بن الحكم مشيعي لا يكون عندك خيار آخر وهو الأصح أن هذا القول مختلق ومشاع على هشام بن الحكم وعلى هشام بن سالم رواية أخرى عن محمد بن الفرج الرخجي وهذا بعد أحد أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليه وهذا إليه قضية لا بذكرها لون أسبت هذه الأيام الناس خايفة سأل الله أن يمن على جميع المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية وأن يقيهم من السوء والأمراض والأوبئة محمد بن الفرج الرخجي لما طلع من السجن مريضا مرضا شديدا صابته وعكا شديدا وصل الخبر إلى الإمام الهادي عليه السلام أن صاحبه محمد بن الفرج مريض فبعث له الإمام ثوبا من أثوابه مو أنت تقر في الزيارة الجامعة خل عقيدتك خل عقيدتك بهل البيت بالإضافة إلى أن اليوم لابد يعني العلماء والأطباء يوصون لأن الإنسان يتخذ الإجراءات الوقائية يتوقع ويبتعد ويستمع إلى نصائح الأطباء لكن بالإضافة إلى هذا يأخذ أيضا جانب غيبي مو بس الاعتماد بس على الجانب المادي زين؟ الجانب المادي ليس كفيلا بضم السببين السبب المادي والسبب الغيبي البركة عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مو أنت تقر في الزيارة السلام على محال لمعرفة الله ومساكن بركة الله أئمة أهل البيت مسكن من مساكن البركة مسكن من مساكن البركة أينما حلوا حلة البركة وأي شيء يرتبط بالأئمة يصير مبروك أنت تروح تتمسح بالضريح تأخذ لك خلقة تتمسحها بالضريح تعتبر بأن قداستها من قداست المعصوم قداستها الضريح من قداست المعصوم الشاهد اللي أبغى أقوله الإمام الهادي طرش ثوب يوم سمع محمد بن الفرج مريض طرش إليه ثوب من أثوابه أخذ ذلك الثوب وضعه وسادة ينام عليه كل يوم كل يوم ينام على ثوب الإمام يتوسد عليه يقول جعله وسادة ينام عليه كل يوم ولما مات كفن بثوب الإمام الهادي عليه السلام ضلوا إياه هذا الثوب إلى آخر حياته ويوم قبل لا يموت وصى قاله دفنوني بثوب الإمام الهادي هذا بركة الإمام لبسه هذا الثوب لامسه جسد الإمام يكون أنا أنزل القبر بهذا الثوب وفعلا كفن بثوب الإمام الهادي سلام الله عليه ودفن فيه هني أله بعد هذا الذي ينزل القبر بثوب الإمام هني أله شاهد محمد بن الفرج الرخجي رضوان الله عليه يقول سألت الإمام الهادي عليه السلام عن قول الهشامين هشام بن الحكم وهشام بن سالم فقال الإمام دع عنك دعوة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان لا هذا قول هشام بن الحكم ولا هذا قول هشام بن سالم لأن أجل الشيعة كانوا يأخذون معتقداتهم من الإمام ما يصير تقول لي بأن هذا عالم جليل والإمام يشهد إليه وعقيدة مخالفة ومغايرة إلى عقيدة الإمام هذا لن كانوا يجون يعرضون معتقداتهم ودينهم حرف حرف على الإمام والإمام يمضي إليه ويصحح إليه شوف عندنا الشاه عبد العظيم المدفون في الري السيد عبد العظيم ابن عبد الله الحسني من أصحاب الإمام علي الهادي عليه السلام هذا كان يجيء عرض عقيدة والإمام يصحح والإمام يمضي والإمام يعطي وعلمه من طلبة الإمام جاء إلى الإمام الرواية تقول فقال له الإمام مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقه فقال له سيدي إني أريد أن أعرض عليك ديني ومعتقدي فإن كان مرضيا أثبت عليه قال هاتي ما عندك يا أبا القاسم قول واش عقيداتك شوف شلون أجلاء يجون يعرضون عقايدهم على الإمام قال لإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام وخالق الأعراض والجواهر وإني أشهد بأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله فلا نبي بعده إلى يوم القيامة وأن ولي الأمر والخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب عليه السلام ومن بعده الحسن بن علي ومن بعده الحسين بن علي ومن بعده علي بن الحسين ومن بعده محمد بن علي ومن بعده جعفر بن محمد ومن بعده موسى بن جعفر ومن بعده علي بن موسى ومن بعده محمد بن علي ومن بعده أنت يا مولاي فقال له الإمام الهادي عليه السلام يكمل إليه العلم ثم قل ومن بعد يلحسن بنه فقلت كيف للناس بالخلف من بعده يعني كأنما مرتكز في ذهنه بأن الأئمة إثنى عشر إمامه هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله الأئمة من بعده إثنى عشر إمامه فهو وصل إليه وصل ويا إلى الإمام الحسن العسكري فقلت كيف للناس بالخلف من بعده قال لأنه لا يحل ذكره بإسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا قال أقررت وأقول إن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وإني أشهد بأن الفرائض الواجبة في الإسلام بعد الولاية أهم فريضة في الإسلام عندي وإيش وإني أشهد بأن أن الموت حق وأن القبر حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها فقال له الإمام الهادي عليه السلام يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة هذا لين أصحاب الإمام الهادي شوف شلون كيف رباهم والإمام وكيف علمهم ونتيجة هذا الثبات دعاء الإمام يقول له ثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة تدري واش نتيجته يوم ثبت على هالعقيدة وصار مقرب من الإمام وثقة الإمام نتيجته أن الذي يزور السيد عبد العظيم اليوم الذي يزور السيد عبد العظيم الحسن في الري في طهران موجود مزارة كان كمن زار الحسين سلام الله عليك الإمام الهادي شهد ليه بها الشهادة جاء رجل من أهل الري إلى الإمام الهادي التفت ليه الإمام الهادي قال له من أين أقبلت من وين جاي قال له زرت الحسين رحتي لكربلة زرت الحسين سلام الله عليك بإمكانك أنت تطلع على هالرواية هذه في مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي بس شوف الفهرس السيد عبد العظيم أو الشاه عبد العظيم وشوف فضل زيارته والروايات فيه اللي يذكرها يقول جاء سأل الإمام قال له من أين أقبلت قال زرت الحسين سلام الله عليك فقال له الإمام أما لو أنك زرت عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عندكم في الري لكنت كمن زار الحسين هذا وصل إلى هذا المنزل وأصل إلى هذا المرتب لماذا؟ لأنه كان يعرض دينه وعقيدته ويأخذها صحيحة من المنبع ومن المحل مثل ما قال الإمام السلام على محال لمعرفة الله هذا في مماته شهد له الإمام بأن من زاره كان كمن زار الحسين في حياته كان الإمام الهادي يحيل عليه المسائل لما يجوا الناس من طهران من أهل الري يسألون الإمام مسائل شرعية يحول الإمام هالمسائل أو عفوا يجيب الإمام لكن في المرة القادمة يقول له ما يحتاج تجيه في المرة الجاية يروحي للسيد عبد العظيم بدلا تتعنى والسافر من الري إلى سام الرا حتى تسأل مسألة في الحلال والحرام هاكو عندك السيد عبد العظيم الحسني في الري اسأله ويجاوك هذا الشهادة وتذكية من الإمام الهادي عليه السلام والرواية تقول عن ابن أبي حماد الرازي يقول دخلت على الإمام لأسأله مسائل في الحلال والحرام فلما أجابني وأردت أن أنصرف قال لي ابن أبي حماد إذا أشكل عليك أمر من أمور دينك في ناحيتك يعني في بلدة الري فسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني هذه نشاطات الإمام النشاطات العقائدية التي كانت تثبت عقائد الناس وعقائد أصحابه ولا شك ولا ريب أن هذه الأنشطة كانت تقلق بن العباس فكانوا يراقبون الإمام في كل حركة ولم يقر قرار إلى المتوكل حتى أمر جلاوزته أن يحضروا الإمام وأن يقتحموا داره هناك وشات راحوا قالوا إلى المتوكل ترى الإمام الهادي عليه السلام يجمعوا السلاح ويعدوا العدة للثورة على بني العباس وعنده كتب ومراسيل ومخطوطات موجودة عنده في البيت فأمر المتوكل حراسه أن يأتوا بالإمام وأن يفتشوا داره ويجيبون الإمام على الحالة التي هو عليها هذه ترى مصيبة عظيمة تسللوا دار الإمام الهادي سلام الله عليه زين يا حبيبي إذا سمعت بأن الأمر أن يؤتى بالإمام على الحالة التي هو عليها طبيعي الإمام قاعد في الدار وفي البيت ما بيلبس عمامه ولا جبه ولا عباءه فجاءوا بالإمام وكان عليه قميص وإزار وأخرجوه بهذه الحالة إلى مجلس المتوكل واش هالمجلس هذا اللي دخله الإمام في ذاك اليوم أن يسحب الإمام بهذه الطريقة يقول الشيخ الأصفهاني أن يسحب الإمام وهو حافي أهكذا شريعة الإنصاف يوقف وإذا بالمتوكل في يده كأس من الخمر فما إن دخل الإمام الهادي عليه السلام حتى قدمه إليه فقال الإمام ما خالط لحم ودم ثم أمره أن ينشده شعر قال لي الله إحنا مستانسين قاعدين في هذا المجلس إلقي على الأبيات من الشعر خلنا نستانس رفض الإمام أصر عليه فنطق الإمام بهذه القصيدة وقال باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل حتى انتهى من هذه القصيدة فبكى جميع من في المجلس بمن فيهم المتوكل وأطلق سراح الإمام في ذلك اليوم وهكذا إلى زمن المعتز وكانوا يتربصون بإمامنا حتى دسوا إليه السم فما إن تجرع الإمام من السم جرعات وإذا به يحس من فيه إلى أمعائه سكاكين مواسي نار تستعر في أحشائه قام الإمام على قدمه أقبل إلى فراشه يتقلب يميناً وشمالاً يلا هيئ دمعتك يستاهل ترى غريب غريب تصور نفسك في سام الرهادي وترى خصوصية إلى سام الرها يعني إحنا إذا نروح إلى زيارة الأئمة حتى كربلة إذا تروح إلى زيارة الحسين سلام الله عليه هذه كلها قبور لكن بالنسبة إلى قبر الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام هذا مو بس قبر هذا بيت الإمام اللي سكن فيه مسكن الإمام هذه بس خصوصية زين تشوفها عند الإمام الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري فتصور نفسك أنت جاي عند الإمامين في سام الرها وتتصور حالة الإمام وهو على فراش المنية يتقلب يميناً وشمالاً يغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى وصلت الأخبار إلى الشيعة ترى الإمام مريض والإمام عليم شوف الإمام الحسن العسكري واقف على الباب والشيعة جايين يريدون يدخلون يشوفون حالة الإمام والرواية تقول وهناك جمع من بني العباس بعد هناك أعين تريد تشوف حالة الإمام قضى الإمام مات الإمام انتهت المهمة بينما هم كذلك أقبل أبو هاشم الجعفري أحد أصحاب الإمام الهادي عليه السلام يوم سمعنا الإمام مريض دخل وهو يلطم على صدره قال لسيدي أبو محمد دخلني على الإمام أبغى أشوف حالته شوفوا الشيعة المحبين أدخله على الإمام أول ما دخل قام ينشد هلا بيات بقراها أنا وإياك ترجمة نانسي قنقر